وذي كفا تبع الموجة كتبت على فيسبوك ما ندخلوش في نواياك احنا نقرأ في فيسبوك ولو في التلفزة يجيبوا تكيز ويقرأ في الدوايا في الوطنية معانيش يوم ستة جويلة كتبت على صفحتك في فيسبوك قلت بقائمة وطنية غير حزبية مسنودة بكفاءات وطنية سنعمل على تخليق الحياة السياسية وتقديم برنامج انقاذ وطني يقطع مع الرداء ومنطق الغنيمة اعيدكم بكنس كل التفايليات سواء في التشريعية او الرئاسي هاي كيفاش بعمل الكنس هذية وشكون بش تجيب بش يكنس بجيب كناسة بجيب كناسة بمستوي شوف هاي شنو بش تعمل قائمات مستقلة مرتاني تركنك تسمع بي نسمع بي نعم 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 وليوم عندك كما عود هيلك عندك وزراء ما عندهم مش باك عندك نواب ما عندهم مش باك تش تعمل مشاريع عند السياسية وعقلية الغنيمة هاتر تم احزاب كما نداء تونس قبله ايه صحيحة ومن اختار نداء تونس وهو تصريحات وهو تصريحات هاو تصريحات المتعجبش قولت نداء تونس اخطأ واخطأ واخطأ وانا مثقف وانسان معترفش باخطاء وانسان مش مثقف اخطأنا وغلطنا ومن حق ويلزم نصارحوا الشعب التونسي باخطأنا ونعتذروا للشعب التونسي هذي تصريحات ده اللي قلتها قال ما عاشبتش ومحرار ما عاشبتهمش اما نعتبر انا نداء تونس اخطرتها اما نعتذروا للشعب التونسي ونبنيو على اخطأنا وكان تقرأ وانا استاد والانسان يتعلم باخطأ وراهو نعروف الانسان تعلم باخطأو تلميذ في المدسل يتعلم باخطأو اخطأنا اليوم منعودوش نفس الخطأ عقلية الغنيمة ايشنو بش تعملو هذي النيجاتيف هتاو شنو بش نعمل المشروع هو عنا مجموعة من الكافات الوطنية متى ناس مثقفين مبدعين جميعين وزارات قدامة قلنا مش نعملو قايمة وطنية قايمة وطنية تترشح في كل الدوائر فيها ناس دعمة وفيها ناس مترشحة ببرنامج انقاذ ببرنامج انقاذ حقيقي وفي البرنامج بش نقولو ايش بش نعملو وكيفاش بش نعملو وبشكون بش نعملو لانا تنجم تعمل انت البرامج اللي تحب عليها اما يزمن تنفذها بالناس انا تنجم تنفذ اذا كهو البرامج انشاء الله دان زين سومان نخرجوه الببليك وش ماخر شوي دان زين سومان راهو نهارتين وعشرين جويل يقابول ترشو حال مستدش مزال وقت مزال وعشرين ونننكر لطن وعندقم قائمات في الدوائر كل مش نعملو قائمات في الدوائر كل في كل الدوائر وستكون فيها اغلبية من الشباب اذا القاري والمثقف ولا انا الاوان بشرف بلاسك مرشحكم للرئاسة ممكن نكون انا عليه ليه سألتك تجاوبني تجاوبكي ما تحب انت ممكن نكون انا عليه ممكن شبيكم الكلكم عندكم المشكلة المتاع الممكن ما فما حتى حد يجي يقول انا باش نتقدم للانتخابة الرئاسة يقوم معايا فلان وعلان فلان وزايد وعمر في انتخابات التشريعية والمجموع هذي تقرر شكو مش ترشح وطول اقررت وشكو مش ترشحوا بزيل وقت على الانتخابات الرئاسية ترشحها التخبسين بزيل عنده وقت بزيل عنده وقت بزيل وقت هلاش ما نترشح هنا اولا خدمت وزير اليوم على رأس مؤسسة اساسية وهي مركز درسات الاستراتيجية وتقريبا وليت نعرف الوضع في البلاد ومشاكل البلاد وتعلمت فيها برشا انا جامعي نجحت نعتبر في وزارتي نجحت كجامعي معدر استراتيجي ناجح على اقل نختلف على ناس ما نترشح رسات الاستراتيجية ونخدمتش بسيرويس نختلف على ناس ما نترشح رسات الاستراتيجية وما قررتش كتاب على اقل عندي اختلاف وعندي مساوي وعندي واحد ونعتبر روحي مؤهل يبقى بعد الناس اشتختار هك ما خرجتش في نواية تصويت للرئاسية لذيك الحمل الانتخابين لولا ماذا الحمل الانتخابين لولا اللي عملوا لها مركز سبل وبعد جي الحملة برس في انا عارف هالحملة خاطر انا نقطة اسماء اللي تخرج مثلا حتى هي مزات مقالش كمقايسة سعيد ولا صافي سعيد يبقى مزال مقالشنا باش نتقدم للرئاسة ما يحطوه له اسمه يطلع اسمه في نواية تصويت حتى كان في اواخر الترتيب ولكن يطلع الاسم مو قطلك هذيك الحملة الانتخابية اللولا انتهت طب تشتب الحملة الانتخابية الثانية مثل كما يقول بورجيبا البيرياد البيليغال الحملة الثانية مش نعمل البيرياد وانا نعرف البيرياد لانا نقطة في القهاوي وانا مش في الشارع ونعرف العبادش تحكي تقعد للدور الثاني في نيجي حتى لا في اخ المطاف حتى لا لا هو نتمنى او البتوفيق هو من احسن رؤساء الجمهورية فى فرنسة ستراشخ خمسة مرات لا تنجحش مرث هين مرث هين مرث هين مزان عندي وقت وعمر ستين عام. مثالك الأعلى ميتيران في رئاسة جمهورية. هو من أحسن رؤساء فرنسا لأنه كان سياسي ومثقف. أنا نحب أن نشوف نجحوا الكل في السياسة من تشيرشل المكلف آفال المندلع البرقيبة. لكلهم ناس يتميزوا أنهم مثقفين ناس واحد. ونجح كرئيس جمهورية. نعتبر رئيس نجح بصراحة نعتبر ربما ندا تونس فشل. أما كرئيس جمهورية نعتبر رئيس جمهورية نجح. إذن باش تتقدموا بقائمة وطنية ما عندكم ش اسم هالتاو. ما تعرف. ما تعرف. ما تعرف. ما تعرف. ما تعرف ايش هارو. يا أخي صغير كيتولد ما بعد ما تولد السميو. إيه. أخسامهم ملقبال لا. ما زيت ما تولدتش. ملزيت متولدش. نعلم. ما تعرف. ان شاول. ان شاء الله. إذا ما تولدت قبل 22 جوية. ولا لا لا ما شناعنا على يقبل. قبل 22 جوية. قبلو قعدة تطبخ. شاء الله بالتوفيق يا سيتي. خمال قائمة وطنية. وموجودين. فما قائمات تعاملت. فما قائمات تعاملت. فما قائمة وطنية في كل الدوائر ببرنامج إنقاذ قتلي وفي برنامج هذي بش تلقاهو كيفاش وش نوع وبش كون بش نعملو البرنامج هذي بش نطبقو ويمكن أن تكون السيد ناجي جلول المترشح على القائمة هذي للرئاسية لا لا القائمة هذي معمولة التشريعية وترشح الحاجة أخرى أنت معناها المجموعة الوطنية هذي اللي بش تعملوا القائمة التشريعية هما اللي بش رشحوك ستا للرئاسي بولي نجمو رشحوها لا لا أنا شوف أنا ما نومونش أنا شوف السياسة كم الفوتبول ستنجي كوليكتيف بح واضح بعد الانتخابات الرئاسية وبعد الانتخابات التشريعية كيفش تروا معناها ما صير القائمة بتاعكم وإلا عدد المقاعد اللي بش تفوزوا فيه ومعاش كون تنجموا وتتحالفوا سياسيا بش تكون عندكم وزن برنامج تشوف أنا أنا ما تحق القائمة مش تحق نتيجة إيجابية لأننا نعرف ش كون فيها أما مش نتحالفوا حتى بالعتبة الحالية ما نخدموش على العتبة ما نخدموش أكثر من العتبة وعننا الزاد البشر كيفي ما عاش كون تحالفوش تحالفوا على حساس برامج تياسي واقتصادي واجتماعي وحنا عنا برنامج اللي جي لبرنامج جيدا نتحالفوا معا ش كون في الأحزاب تحية تونس تحية تونس نعتبرها حزب قريب لنا بيسور بي؟ نداء تونس؟ بيسور حزب قريب لنا بشقيه؟ صفو مش شقيه برنامج اقتصادي واجتماعي وثقافي بشقيه؟ نجي شوف شنو الخطأ اللي صار في سمحني سأكمل لك على القائمة منتاع الأحزاب النهضة؟ نهضة لا الحزب الحر الدستوري؟ بيسور ممكن يتواصل معا بيسور مع حزب قريب لنا مشروع؟ قريب لنا مشروع كل الراوافة اللي خرجت من نداء تونس قريبا لا عليها البديل مخرج من نداء تونس وهو حزب قريب لنا نبيل القروي لو ترشح نبيل القروي ممكن أما حسن شوفو حزب نبيل القروي هل ترشح ولا لي؟ شوفو برنامجه شنو مشروعه شنو رؤاه هوا انتم باش تتقدموا بقايمة متعرفوش حتى برنامج لعنا برنامج حاضر برنامج حاضر ومجدر في مجموعة من المشاريع والأصلاحات وحتى كان باش نعملوا أصلاح لا يتقلش بشك والوقت باش نعملوه كيفاش باش تكنس كل التفايليات بهذه القائمة قلت بكنس وعدت بكنس كل التفايليات سيوان في التشريعية أو في الرئاسة لأن أنا نومن العملة الجيدة تكنس العملة السيئة هاو التفايليات قعدت في نداء تونس و العملة الجيدة خرجت من؟ عليها لا قعدوا الخيبين والبيهين خرجوا اذا ما قلت انت قبيل قلت لي في نداء تونس وفهم وزراء مفهمش ما عندهم شو الباك وفهم قلتش يولي نداء تونس أنا حكيت بسفعام ما حكيتش عن نداء تونس وعلى شو قلتك في نداء تونس لا لا قلتك الوضع العام حكيتلك ع الوضع العام يسجلو فيك في نداية تونس الوضع بتعني نداية تونس ما خليك معاش عندك امل في انقاذه لا شوف انا شوف شوف هو 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 شوف الاساري في نداية تونس تراكم تراكم كبير وعنده معامين اما قطلك الفضل كاس وهو انتسال بحك شقولهم التفايليات مالالي بشتكنس اعطينا التفايليات بعيني حتى الناخ بيفيق يقول هذي تفايليات وعليش تسمي فيهم انا برمشي جارة وسميه هونك العبيد اخي الناس في البلاتوات تتعارك وبيك وعليك وانتعليك وانتعليك وانت بربي سجلتك وانتك العام قلت هذي مش تفايليات هذو الناس تعمل في الافكار وفي المشاريع وفي السياسة هكذا ما كان صير عديك في المشهد السياسي واقول عاديك نقول لك هذك علاش الناس نفرت من المشهد السياسي الناس هربت خلينا اختم معاك بنقطة مهم اجدا لانك تحدثت على برنامجك انتي وعلى انك تنجم تكون انتي مرشح هذي القائمة على الانتخابة الرئاسية وفي التشريعية قلت لي بش نترشح على كل الدوائر وبش قد مبرنامجكم اقبل 22 جوليا اليوم نداء تونس يتحدث على انه هناك لاجنة بش تقوم بالاسلاح ومعناها استقطاب الندائين اللي خرجوا من نداء تونس وايضا انه مرشح رئاسية لنداء تونس بش يكون سيد الباجي قايد السبسي وان لم يقبل بذلك فانهم بش يشوفوا حد من نداء تونس او ربما يزكون شخص خارج نداء تونس او انت حكال نداء تونس او خرج من نداء تونس اخرجت من نداء تونس وانا عندي عادة فكرت انهم يرشحوا رئيس الجمهورية ومحرار وربعينهم ملقاتيعة كبيرة عادية انتهت قصتي مع نداء تونس وانا انسان نقبل برشة وقت بش نقطع بصفة نهاية اما تنجم ترجع بعض الانتخابات لا في علاقة الحزبية لا في اتلاف لا الاتلاف سياسي ربما على برنامج حكومي اما بش ترجع في نداء تونس انتهت حكايتي مع نداء تونس وانا عادة كنقطع مرجعش هذيك اتباعتي هذيك اللي خليك اخر المغادرين لنداء تونس اخر المغادرين قتلك محاولة الاصلاح فما مسلح اخلاقية فما برشة شوف انا كمش مشروع السياسي الى جانب مشروع اقتصادي واجتماعي بش يكون حرب على الرداءة حرب على الرداءة لان الرداءة انتشرت في البلدها دي وحرب على عدمي الاخلاق انا قلت تخنيق لحادة سياسي اليوم في الحادة سياسيين ما عشبه من الخلاق قطلك اليوم عندك سياسيين بيروب تصبب تحكي مع حكاية ساجدك بالتليفون ويخرجك فى التلفزى يخلك او ساجدته مش الحكاية اذا المجالس بالأمانات أنا كنت في وزارة التربية جاني مسؤول تسجين طرت أنا أفعر حكاية التسريبات هذه أنا في وزارة التربية لا تروني ما نخرهاش قلت ولي هذا بداية الحواة أنت قبيلة قتلي علش اللي خرجوا مني دائتونس عاملوا حوانة فاشلة وحتى اللي حلوا أحزاب وحدهم حوانة فاشلة سميتها بالحوانة الفاشلة تحية تونس ومشروع تونس وأمل تونس هذوما الكل تعتبرهم حتى نبي القروي لأنه 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 فما خطأ سعر اليوم في قون الأحزاب خطأ فادها وهو الممثل القانوني هذه بضعة في تونسية معناها هلا عنده البتين دور يحكم كل واحد يحلك حنود وقال لك يجي معاي وانا الممثل القانوني وين تهذوما الكل عيتولك وما احترام بهم وما أصدقاء ما عادش نؤمن اليوم كان نحبو نعاوده واذا كعليش أحنا القائمات هذي مش نعملها هي مش تكون بداية بنالي مشروع سياسي يطلع من اللغتة يكون فيه برش عباد يتبنى على أفكار يتبنى على مشاريع ما يتبناش على باتين دات هاك تبنى راهو تبنى الحياة السياسية عن طريق زخم موجود نحبو نخلق الزخم راهو ما واش احنا راهو غايتنا ماشي الغانيمة السياسية نربح انتخابات ونرقفو لا نحبو نربح انتخابات وعلى ربحان الخارج نبنيو حاجة جديدة طيب جدا ان شاء الله بالتوفيق عايش لك سعدي شكرا لك على حضرك معنا عايش وعلى قبول دعوة لكل هذه التاريخات اللي قدمت هنا